للفيروسات الناشئة المستجدة التي قد تؤدي إلى أوبئة تداعيات خطيرة على الصحة العامة والاقتصاد العالميين ويعزى هذا الانتشار الكاسح إلى النمو السنيع للسكان وتغير المناخ والتحضر غير المستدام وتدهور التنوع البيولوجي عندما بدأت جائحة كوفيد-19 صار مستشفى جابر الأحمد الصباح مركزا مخصصا للعناية بحالات العدوى اكتشف كل من سلمان الصباح وسليمان المزيدي وسار اليوحة من قسم الجراحة وجود نقص في المسحات وعدم إنتاجها محليا يؤدي إلى تكلفة شحن إضافية للمسحات الباهظة الثمن أصلا وبفضل خبرتهم في الأوساط الأكاديمية والإدارة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صمموا وأنتجوا مسحات ذات تكلفة أقل باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد أجروا مقابلات مع المصنعين والمهندسين من شركات المسحات لتحديد الخصائص المطلوبة لها ولتقليل التكلفة اختاروا الطابعات FDM التي تستخدم مواد خام أرخص من المواد المطبوعة بالراتينج كان التحدي هو إثبات أن المسحات المطبوعة بنفس جودة المسحات المتاحة تجاريا من حيث التعقيم وعملية الإنتاج وتخصيص أعداد كبيرة ومراقبة الجودة بعد سلسلة من عمليات تبتيش الميدانية حسنوا عمليات التصميم والإشراف على الاختبارات الإكلينيكية الصارمة للتأكد من نجاحها بمساعدة قسم طب المختبرات اختبروا المسحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد وقارنوها بالمسحة المصنعة تجاريا اتضح أنها تفوقت على المسحات التجارية لقد كان جهدا جماعيا للانتقال من فكرة إلى نشر ورقة بالفعل وإنتاج ستين ألف مسحة وما جعل هذا المشروع ناجحا هو إشراك أكثر من ستين شخصا من مجموعة متنوعة من التخصصات المهندسين والأطباء وأصحاب الأعمال وجميعهم من مختلف الأعمار والتخصصات وكانوا حريصين على تقديم المساعدة كانت العمليات كخط تجميع المجموعات الهندسية تطبع المسحات والآخرون يلفون أطراف البوليستر ويلصقونها وعمل فريق في المستشفى على إضافة الوسائط المعتمدة دوليا للمسحات كما ساعد طلبة الماجستير في كلية العلوم البيولوجية بجامعة الكويت على تصنيعها واختبار العينات للتأكد من أنها غير ملوثة تكلفة تصنيع مسحة واحدة هي خمسة فلوس بينما المسحات التجارية تكلف ما لا يقل عن 750 فلس كويتي إضافة إلى الشحن قرر الفريق إتاحة التصميم خلال الوصول المفتوح عبر الإنترنت بحيث يمكن لأي شخص تنزيل الملف على طابعته ثلاثية الأبعاد وقد اتصل بهم عدد من البلدان النامية التي لا تستطيع تحمل تكاليف المسحات المتاحة تجاريا وشكروهم على منحهم التصميم مجانا وأبدوا رغبتهم أيضا في التواصل لمعرفة كيفية التعاون معا ترجمة نانسي قنقر